خفتت جلبة الانتخابات الصاخبة وانتهى دور الجمهور الذي لم يصوت أكثر من ربعه ليشاهد ماراثون تشكيل الحكومة وكما في السابق ينفرد العراق الجديد بحالة فوضوية بتشكيل الحكومات قل ما تجد لها نظير في باقي دول العالم لتعدد اللاعبين وسخونة الملفات وانعدام المركزية أمريكا وإيران اللاعبين الأبرز في العراق تنتظرهما حلبة تشكيل الحكومة وصراع محموم على منصب رئاسة الوزراء وهذا ما طرحت حوله صحيفة الاندبندنت البريطانية عدة تساؤلات تمحورت التساؤلات حول مصير القوات الأمريكية في العراق بالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران هل يمكن أن تطال البنوقة والشركات في العراق ذات العلاقة الوطيدة بإيران؟ الصحيفة ذكرت أن هناك خشية من تحول العراق إلى ميدان للصراع بين أمريكا وإيران كون البلدين يدعمان أطرافا مختلفة داخل العملية السياسية مشيرة إلى أن محاولة ترامب فصل العراق عن إيران سياسيا ستبوء بالفشل كل هذا يتزامن مع تحرك سريع بدأته واشنطن عبر مبعوثها إلى التحالف الدولي بريت ماكورغ الذي بدأ جولة مباحثات في بغداد مع عدد من القيادات السياسية من بينهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بهدف الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة التي ظهرت ملامحها بتوقعات تشكيل كتلة تضم حيدر العبادي ومقتد الصدر وعمار الحكيم وإياد علاوي وأسامة النجيفي وربما مسعود بارزاني على حساب المالك والعامري والكربولي والاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير وفق صحيفة الشرق الأوسط التي أكدت أن تحركات ماكورغ تصب في هذا الاتجاه فبأي الاتجاهين ستندفع بوصلة العراق وبأي ميناء سترس السفينة في إيران أم غرب الأطلسي